كل سنة حضراتكم طيبين خلاص رمضان على الأبواب وتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيستعد لهذا الشهر الكريم وليستعدادات مختلفة أطلق حملتين للغذاء وكمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية صحيح شازلي حقيقة أن الحملتين هم مبادرة خارق سابق ومبادرة كتف بكتف وهيتم إطلاقهم في شهر مارس وهيتم من خلالهم توزيع 25 مليون كرتونة للأسر الأولى بالرعاية عن طريق جمعيات تحت مضلة الحماية الاجتماعية تفاصيل أكتر أعرفها من ضفة الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي سباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين كل سنة وكل مصري على أرض مصر بألف خير يا رب ورمضان يا رب دايما كده يجي بسعادة وفرحة على كل المصريين وكل العالمين في البداية خليلا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين يعني بدرة خيرك سابق وكتف بكتف الاثنين معنيين بتوزيع هذه الكاراتين على الأسر الأولى بالرعاية ولا في فرق بينهم؟ طيب في البداية التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي ومنذ انطلاقه في مارس 22 باستجابة لدعوة كريمة من السيد الرئيس بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني اشتغل على استراتيجية عمل متكملة للنهوض بالشرائح الأولى بالرعاية استراتيجية العمل دي بتتضمن على أولويتها تأمين الغذاء وتأمين السلع الغذائية الضررية ده طبعا بالإضافة لتقديم الخدمات الطبية والتمكين الاقتصادي ودعم التطوع على قمة الأولويات زي ما اتفقنا موضوع تأمين الاحتياجات الغذائية تأمين الاحتياجات الغذائية في الفترات اللي فاتت وخصوصا الأسابيع اللي فاتت كان حاصل فيه اجتداد الأزمة العالمية واثرها على مصر باعتبار أن المجتمع المصري مش بعيد عن اللي بيحصل في العالم الأزمة الروسية الأوكرانية من بين الأثار الضخمة بالنسبة لها تأثير على الغذاء وارتفاع أسعار الغذاء وبالتالي تضرر الشرائح الأولى بالرعاية وكمان دخول شرائح جديدة من الشرائح المتوسطة في التضرر هنا كان لابد أن التحالف يستجيب لابد أنه ينطلق عشان يلبي الفجوة دي ويسد الفجوة دي من خلال مبادرة خيراكساب خيراكساب كان فكرتها في الأصل مراعاة البعد النفسي ومراعاة البعد القيمي للشرائح المتوسطة التي تأثرت بالأزمة العالمية والمرة دي جاءت دور علينا أن نقوله اتفضل إحنا وقفين معاك لحد ما تعد الأزمة لقطة مهمة يا فندم يعني الشرائح المتوسطة دي يعني زي ما احنا كنا نتكلم الأسر الأولى بالرعاية شرحناها قبل كده بتكون ايه الشروط اللي بتنطبق على هذه الأسر الشرائح المتوسطة برضو ايه الشرائح اللي بتنطبق على هذه الشرائح عشان تكون ضمن هذه المبادرة بعض المهن أو بعض المحترفي المهن مع الأزمات العالمية بيتأثروا سواء أن المهنة نفسها بمواردها واعتمادها وروجها بيتأثر بالأزمات العالمية زي العاملين في قطاعات السياحة وزي بعض المهن اللي مرتبطة بالأزمات العالمية بشكل عام وبالتالي فقد مصدر الدخل للشكل اللي كان دخله بيأمنه كان بيبقى بيكافي متطلبات بالضبط كده عنده دخل معقول يأمنه فقد الدخل ده بيحوله من الشريحة المتوسطة للشريحة اللي بتحتاج الدعم احنا زي ما قلت لحضراتكو في التحالف ومن خلال كل منظماته كان لابد ان احنا نشتغل برضو باستراتيجية المراعاة البعد النفسي فبنقوله الرجل اللي كان بيدي قبل كده وكان بيساعد معانا الشرائح الأولى بالرعاية واللي النهاردة هو محتاج بنقوله خيرك سابق الخدمة اللي احنا بنقدمها لك النهاردة انت قدمتها مبارح احنا معاك النهاردة عشان بكرة ترجع وتقدم معين بالاضافة بقى الخيرك سابق احنا دخلين على شهر رمضان المعظم والحقيقة المجتمع المصري بشكل خاص اشتهر بالعطاء واشتهر بالكرم في مراعاة الشرائح الأولى بالرعاية مع رمضان بياخد البعد الإنساني أبعاد روحانية وبدأ يبقى من مستلزمات الشهر الكريم مراعاة الشرائح الأكثر احتياج بشكل خاص فهنا كان لابد كمان ان التحالف يستجيب ويشتغل على مبادرة بتجمع اكتر من قيمة كتف بكتف في الاول معناها كلنا مع بعض معناها اختزال فكرة التحالف انه اكثر من 30 مؤسسة وجمعية اهلية هي الجمعيات الاكبر في مصر بتشتغل تحت مظلة التحالف كتف بكتف عشان يساعدوا الشرائح الأولى بالرعاية كتف بكتف كمان عشان يسد الاحتياج الضروري الآن الحالي دلوقتي اللي هو الفجوة الغذائية اللي احنا بنعاني منها كتف بكتف عشان المساعدات الغذائية دي توصل لكل مصري بدون تمييز كل مصري محتاج بدون تمييز كتف بكتف عشان ننقي قاعدة بيانات ونخرج بقاعدة بيانات واضحة ومضيئة تخلينا المصري اللي قاعد في رسح دربة على خط 22 في الحدود مع السودان في حلايب زي المواطن اللي عايش في كل بقعة في أرض مصر بدون أي تمييز توصل له الخدمة وتوصل له المساعدة طيب عظيم جدا أنا في البداية أحب أشكرك طبعا على اختيار الأسماء أسماء المبادرات سواء بخيرك سابق أو كتف بكتف أسماء بتوحي فعلا لها دلالات ومهمة بالمناسبة حتى اسم المبادرة مهم لكن جميل برضو أن احنا نعرف احنا بتكلف 25 مليون كرتونة هل هيتوزع على 25 مليون أسرة ولا طريقة توزومها تكون معاملة إزاي ومحتوى الكرتونة إيه بالضبط طيب خلينا نبدأ بقى في الأول الحد ما نوصل للرقم الضخم ده بنعمل إيه احنا معتمدين على فريق من المتطوعين ضخم جدا بيساعد وبينسق وبيشتغل الشباب الواعد اللي بيشتغل ده عشان نخرج نوصل للعدة الضخم طيب عشان العدد الضخم ده كمان يبقى فعلا مؤثر ويبقى يعني زو قيمة كان لابد ان احنا وإحنا بنكون الكرتونة نروعي المكونات الغذائية اللي تهم قوي المواطن واللي تفرق معاه في احتياجاته اليومية وفي نفس الوقت تكون قيمتها الغذائية عالة فكان لابد ان احنا نوفر رز مثلا زيت كان بنوفر سكر بنوفر مكارونا على اساس ان دي الاستخدامات الاساسية واللي فيها قيمة غذائية عندنا مرونة في انه مصر كقطاع جغرافي ممتد وفي اختلاف في السلوكيات الغذائية اهلينا في حلايب وشلاتين غير اهلينا في الدخلة غير اهلينا في سيوة فهنا مكونات الكارتونة فيها مرونة انها تراعي الطبيعة الغذائية صحيح يعني لو في ناس مثلا قرية مثلا من القرى بتزرع رز وعندهم رز كتير فبالتالي مفيش حاجة ان احطهم رز في مثلا على سبيل المثال مثلا في اسوان ليهم طباعة خاصة في الاكل مش كل المكونات الكارتونة اللي تناسب السيدة الفاضلة اللي بتستلم في شوبرا مثلا تناسب الست اللي حتستفاد في الغلالين في غرب اسوان مثلا فهنا المرونة دي بتخلينا نلب الاحتياجات بشكل اساسي ده المكونات الحقيقة هنا برضو بنعتمد على جمعيات اهلية كبيرة اللي هي الجمعيات القاعدية اللي من خلالها نقدر نوصل للشرائح المستهدفة بسهولة ونقدر نوصل للحج محمد في بيته في القرية الفلانية في اي مكان على على ارض مصر بسهولة وبيسر وفي نفس الوقت بنبقى مميزين تماما بحسب المعايير اللي احنا بنشتغل عليها ما بين القادر وغير القادر عشان يبقى فيه عدلة اجتماعية حيث تحديث لقاتل البيانات باستمرار طبع طيب برضو في نقطة مهمة يا فندم الكارتونة هل مثلا محتوياتها تكفي مثلا لمدة قد ايه مثلا من الشهر الكريم هل هيتم توزيع اكتر من كارتونة على نفس الاسرة خلال شهر رمضان هتبقى عاملة ازاي طيب بص حضرتك نفس المرونة اللي اتكلمني عليها في مكونات الكارتونة هي ذاتها المرونة الاخلاقية في التوزيع بمعنى انه اسرة مثلا مكونة من 6 افراد او 7 افراد بالتأكيد هيبقى احتياجها الغذائي مختلف عن اسرة مكونة من فردين او 3 افراد وبالتالي لما نيجي نقول انه الاسرة اللي مكونة اللي عدد افرادها كبير لما تاخد كارتونة قبل رمضان باسبوع ونيجي في نص رمضان نديها كارتونة تانية ده نوع من تلبية الاحتياج الغذائي المعقول جدا انا مش عايزي بقسمة ديته كارتونة وخلاص الضبط انا بأمنه بأمن احتياجه الغذائي مش بديله شكله ومنظره وخلاص انا دارس وعايز اقول لحضراتكم احنا مثلا انا بشرف اني مدير المركز الاعلامي في مستوى الصناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني اللي عمل الاهل التنموي الصناع الخير كان موزج من نمازج شغل التحالف في التمييز وفي وصول الخدمة لمستحقيها واحنا بنشتغل على قاعدة البيانات واحنا بنشتغل على اهلين على الارض ببقى الاسرتين ملسقين للمنزلين مثلا على سبيل المثال مثلا في ابو رماض في حلاب وشلاتين الاسرتين ملسقين بس دي اسرة ممتدة اسرة كبيرة فيها اب وام فيها ابن متزوج هو كمان ومعه اولاد بالتأكيد كارتونة واحدة مش هتكفي فالمرونة في التنفيذ النهائي في الوصول دي كمان آلية من آليات التحالف في تنفيذ من فكرة الهبة أو الخير لمجرد فعل الخير ليه زي ما حضرتك قلت تأمين احتياجات غذائية بالضبط يعني احنا قلنا انه على قمة الاولويات التحالف التنمين الاحتياجات الاساسية الا بتأمين احتياجاتها الضروري والتمكين الاجتماعي بالنسبة لها التمكين الاجتماعي اللي بيسبق حتى التمكين الاقتصادي التمكين الاقتصادي مهم وبنشتغل عليه وزي ما قلت لحضراتكم في البداية التحالف بيشتغل بمنظومة متكاملة استراتيجية عمل ترعي كل الابعات التمكين الاقتصادي شغالين فيه التمكين الاجتماعي اللي احنا بصدد الكلام عنه النهاردة ضروري يبقى آني ولحظي ومستهدف بشكل أساسي كل المصريين بدون تمييز طيب اسمح لتكلم عن موضوع التمكين الاقتصادي لأنه هو مهم جدا زي ما حدك قلت من شوية أنه في بعض الأوقات بيبقى حد من الطبقة المتوسطة لكن لظروف الشغل لظروف السوق مش عارف إيه فبينزل لطبقة فبيبقى من الأسر الأولى بالرعاية طيب ده بنعرفه إزاي هل بنتابع تحديث قاعدة البيانات باستمرار وفي نفس الوقت هل لو كان في حد من الأسر الأولى بالرعاية ربنا كرمه وقدرنا نساعده ونوفر له فرصة عمل كانوا من أنواع التمكين الاقتصادي هل بيخرج من قاعدة البيانات؟ برضو نرجع للمرونة الزكية اللي احنا بنشتغل بيها اللي بندعي أنها زكية لأنها متابعة بشكل يومي احنا عندنا جمعيات أهلية قاعدية بتتابع مع الأهالي في قراءهم التطور الاجتماعي اليومي اللي حاصل معي على سبيل المثال مثلا زي ما حضرتك قلت شريحة مثلا زي أهالينا الكرام اللي أنا بعزهم بشكل كبير من اللي بيشتغلوا على الجمال في سانت كاترين واللي بيطلعوا مع السياح على قمة جبل موسى بالجمال تضرروا بشكل كبير في وقت كورونا وصناع الخير اشتغلنا معاهم على مبادرة حماية بدعمهم ومساعدتهم اللي حصل معاهم في الجزء ده كنموذج بنتكلم عن إن هو يعني تأثر فأصبح اتنقل من شريحة لشريحة لما ربنا يأثر وبدأ يبقى فيه نوع من الاستقرار وانفراجة عالمية في ملف السياحة بدأنا نرجع بدأ يبقى فيه مرونة شوية بدأنا هو نفسه بدأ يساعد غيره بدأ يساعد معين فهنا يعني المرونة دي موجودة بشكل مستمر في موضوع التمكين الاقتصادي بقى وحضرتك إحنا يعني ساعدنا بمشاركتك معينا في موضوع مراكب الصيد تنفيذا لتوجهات سيد الرئيس في قرية بوساط كريم الدين في شربين التمكين الاقتصادي هنا بيمشي بالتوازي مع التمكين الاجتماعي وإن كان الهدف منه متوسط وطويل المدى التمكين الاقتصادي وعلى سبيل المثال في صناع الخير كنموذج إحنا بنشتغل على دراسة الاحتياج الحقيقي أو المكونات البيئية للمستهدف بمعنى مثلا أن قرية مشطأة لنهر النيل والمهنة الأساسية للأهالي مثلا المهنة الصيد بالتأكيد توفير مركب صيد حديثة بأدوات صيد حديثة تناسبه لو قلنا مثلا أنه سيدات قرويات معيلات من أهلين عايزين ننهض بيهم بشكل حقيقي ونمكنهم اقتصادي الفكرة الأنسب لهم تكون إيه بالتأكيد شغل وتدريب قريب من بيتهم وشغل حقيقي منتج داخل بيوتهم وده اللي كان تتويج لفكرة مراكز استدامة اللي من خلالها بندرب السيدات المعيلات في صماع الخير على الحرف اليدوية والتراثية وبنساعدهم في أنهم ياخدوا مستلزمات الانتاج داخل بيوتهم أنوال تشتغل داخل البيوت المخرج النهائي بقى المنتج النهائي بنشارك كمان في المعارض الكبيرة زي معرض ديارنا اللي افتتحته السيدة وزيرة التضامن الجمعة الماضية واللي مستمر لحد النهاردة الأنامل الدهبية من السيدات القرويات بتعمل مشغولات الحقيقة رائعة أنا بدعوا زوار معرض ديارنا أنهم يشاهدوا المنتجات دي تشجيعا وتحميسا للسيدات دول أنهم ينتجوا أكتر وأكتر الحقيقة أعتقد أنه ده التكامل بقى في المنظومة أنت حضرتك درست حالة المستفيدين لبيت احتياجهم لاقتصادي بمهن وحرف تناسب وضعهم ساعدتهم في الخمات ساعدتهم كمان في التسويق طيب إحنا يمكن في شهر رمضان يفقدم عندنا عادة كده دايما وحاجة متعودين عليها فكرة مواقد الرحمن هل برضو هذه المبادرات معنية بتقديم الوجبات الساخنة أو عمل مواقد الرحمن خلال شهر رمضان ولا فقط الكاراتين لا هذا بالنسبة لنا في الموضوع الغذاء بشكل عام الوجبات الساخنة والفطار ومواقد الرحمن أساس من الأساسيات أصلا فكرة مبادرة خيرك سابق كانت اشتغلت على ثلاث آليات في التنفيذ كروت خير بقيمتها فلوس المستفيد بياخدها ويروح بيها أقرب مكان للصرف يشتري بمجابها اللي هو عايزه الحاجة الثانية الكاراتين الحاجة الثالثة التكيات والمطابخ اللي من خلالها يقدر يحصل على وجبات ساخنة بالتأكيد في رمضان التكيات والمطابخ حتزيد عدد الوجبات الساخنة حتزيد مكونات الوجبة إن شاء الله تناسب أزواق كل ضيوف الرحمن اللي حيفطروا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر